تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي الجمعة متأثرة باستمرار المخاوف من طباض الطلب العالمي لكنها لا تزال تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي وسط توقعة بنقص الإمدادات مع تأكيد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات الخام بمقدار 6.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو المستوى الأدنى منذ ديسمبر وانخفضت العقود الأجلة لخام برين 33 سنة أو 0.4% إلى 89 دولار فاصل 59 للبرميل لكنها لا تزال مرتفعة هذا الأسبوع بحوالي 1% كما حبطت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 0.3% لتسجل 86 دولار فاصل 54 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر